إذن تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي تنظمه الحكومة بمشاركة الخبراء المؤتمر ينعقد بأجندة مكتظة بالقضايا الاقتصادية المختلفة والملفات الهامة على مدى ثلاثة أيام متتالية يعقد المؤتمر الاقتصادي قمي نصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء لسياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري المؤتمر يركز على ثلاثة محاور على مدى أيامه الثلاثة تتضمن سياسات الاقتصاد الكلي للدولة من خلال تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة كما تتضمن جلسات المؤتمر الحديث عن الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة بجانب مناقشة السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة إضافة إلى مناقشة التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع حيث تعاني جميع دول العالم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما كذلك يستهدف المؤتمر التركيز على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال مناقشة واثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالإضافة لتعظيم الشراقة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى ولن تكون أوضاع سوق المال ببعيد عن جلسات المؤتمر حيث سيتم تناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي سواء البرصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي ملفات أخرى ستكون مدرقة وبقوة على جدول أعمال المؤتمر يتصدرها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر فضلا عن قطاعات الاتصالات والتطوير العقاري والزراعة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات السياحة والطيران هذا ونجحت الدولة في تحقيق تقدم ملحوظ في كل هذه الملفات رغم التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد العالمي وهو ما أشارت له بيانات البنك الدولي التي تتوقع أن تحقق مصر معدل نمو يصل إلى 4.8% عام 2022-2023 على أن يكون من الأفضل بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا